إذا مشاهدينا حول هذا البلف ينضم معنا طبعا هذا التقرير اللي تابعنا قبل قليل إقدام أب على حرق نفسه وأطفاله نتحدث أكثر عن هذه الظواهر المنتشرة مؤخرا مع دكتور في علم النفس والباحث الاجتماعي الدكتور رحيم الزبيدي مساء الخير على حضرتك دكتور رحيم إذا معنا شباب الآن طيب خلينا ناخذ السيد عذرا مشاهدينا ناخذ ويانا عضو المكتب السياسي لحركة امتداد الأستاذ منار العبيدي تسمعني أستاذ منار نعم أسمعني حياك الله مرحبا بك طبعا في بداية هذه النشرة الرئيسة تحدثنا عن المشهد السياسي بصورة عامة تحدثنا أيضا عن المستقلين توجهات المستقلين الآن يمكن منقسمة توجهات المستقلين بين المضي باستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة هناك من يذهب جزء من المستقلين إلى تقديم استقالاتهم وهذه الأنباء انتشرت في اليومين الماضين بشكل كبير جدا هناك من نتحدث عن ذهب بعض من المستقلين وهذا أيضا توجه موجود إلى المعارضة حركة امتداد بصورة عامة أين هي مما يجري نعم أولا تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي قمارة دجلة حقيقة نحن من يتابع الأحداث وقرارات أو بيانات حركة امتداد منذ تجاوز المدد الدستورية وعدم انتخاب رئيس الجمهورية أعلننا بشكل واضح بأن هذه العملية السياسية أصبحت غير دستورية لأنها تجاوزت المدد الدستورية المتفق عليها في الدستور وبالتالي أي ما بني على خطأ فهو خطأ لذلك منذ تلك الفترة أعلننا بأننا بالضد نعمل على أما الدفع باتجاه حل مجلس النواب أو استحصال قرار من المحكمة الاتحادية لحل مجلس النواب لسبب بسيط أن هذه المرحلة من مجلس النواب لم تكن ملبية لمتطلبات الشعب العراقي وتجاوزت الكثير على التوقيتات الدستورية التي أثرت على مجمل العملية السياسية فلذلك حركة امتداد حقيقة ترى أن أي عملية سياسية يجب أن تكون مبنية على أساس صحيح وسليم وأن تكون هناك خارطة سياسية واضحة وأن تكون هناك التزام من كل الأطراف بالتوقيتات الدستورية وأن يتم العمل بسلاسة وأن هذه الأمور التي حدثت خلال الأشهر السابقة ما هي الإنعكاس لسوء إدارة الملف السياسي والبرلماني في داخل البلد نعم أستاذ دعني أرحب بك مجدداً وشكراً لتربيتك دعوة الحوار النواب المستقلون هل طالبوا بضمانات من أجل المشاركة في الحكومة وهل الضمانات اشترطت إبعاد المحاصص عن التشكيل الحكومي يعني أنا لا أتكلم سوى فقط عن حركة امتداد حركة امتداد موقفة واضح من اليوم الأول لدخولها إلى مجلس النواب أعلننا بشكل واضح بأننا متجهين للمعارضة لن نشارك بأي شكل بأشكال من الحكومة أي نوع من الحكومات لا مع التيار صدر عندما كان موجوداً ولا مع الإطار نعمل على أن تكون هناك حكومة أغلبية لإيماننا بأن حي حكومة توافقية هي توزيع للمسؤولية وهي نفس الإجراءات أو نفس الحكومات السابقة وحقيقة توزيع المسؤولية تحول في العرف السياسي العراقي إلى نوع من إخلاء المسؤولية فذلك لا ندعو إلى وجود حكومة توافقية ولن نشارك في حكومة توافقية ولن نكون جزءاً من هذه الحكومات قد يشارك البعض من الأخوة المستقلين في هذه الحكومة حقيقة لا يمكنني أن أعطي رأيي عن كل الأخوة المستقلين الموجودين في مجلس النواب هناك الكثير من الأراء اليوم سمعنا أن بعض الأخوة يطمحون أو يودون أن يقدمون استقالتهم البعض الآخر يبحث عن تقديم مبادرة لتشكيل حكومة بعيدة عن الإطار من أن تكون من المستقلين البعض الآخر يدعو إلى أن يكون جزءاً مع الإطار ولكن بالنهاية كحركة امتداد موقفنا واضح جداً لن نكون بأي شكل من الأشكال جزءاً من حكومة توافقية ولن نشترك وسنلجأ إلى المعارضة خصوصاً ما إذا استمرت العملي أو الفترة النيابية الحالية نعمل على أن تكون هناك حكومة لن نكون جزءاً معرقاً لتشكيل الحكومة ولكن لن نكون جزءاً من هذه الحكومة لأننا نؤمن بأن المعارضة بدون وجود حكومة منتخبة أو حكومة مؤهلة للعمل لا تعتبر معارضة لذلك نطمح أن تكون هناك حكومة مشكلة ليكون لنا دور واضح في الجانب التشريعي والرقابي والمعارضة وتقييم الأداء وأظهار الخلل الحاد الذي قد يحصل في الحكومة المقبلة سيد منار ما تعتقد بأنه الدعوة اليوم بالذهاب إلى المعارضة يمكن بهذا الوقت وبهذا الظروف يمكن ما رح تأتي بأي نتيجة ما رح تأتي أكلها الكل يعرف بأنه قوة المستقلين في توحدهم يعني نواب المستقلين اللي يصل عددهم إلى أربعين نائب كان الكل يعول على أن يكون موقفهم واحد لكن هذا التشتت اللي نشوفه حضرت قبل قليل أكدت بأنه هناك جزء من المستقلين ينون تقديم استقالاتهم بالتالي اليوم كلمة المستقلين ضاعت يعني ما كفت رأي موحد ما كفت قوة موحدة شو رح تذهبون إلى المعارضة بهذا الموقف المشتت أصلا؟ يعني أولا حقيقة هذا التشتت أنا ما أشوفه فتشي معي بالعكس هو فتشي صحي اليوم الكتل السياسية حتى التحالفات السياسية الكبيرة ترى من يعلم بكواليس الأمور يعلم أنه هناك تشتتا وهناك معارضة ليس كل التحالفات السياسية هي على نسق واحد يعني شهدنا خلال الفترة السابقة هنا كانت تحالفات قوية وراسخة وثم يعني انتهت هذه التحالفات وذهب طرف إلى طرف آخر وأيضا اليوم في التحالفات اللي موجودة حاليا سواء كانت الإطار أو باقي التحالفات أيضا هما ليس على رأي واحد هناك الكثير من أن يكون لهم موقف موحد هم لديهم رؤية مشتركة الجميع لديهم توجه معين لديهم فكر لديهم نظرة بالابتعاد عن الأحزاب التقليدية ولكن قد يختلف البعض حسب طريقة الأداء والعمل العمل في المعارضة لا يعني أنه اليوم يجب أن تكون في بس بهذه النقطة يلا تفضل اليوم مثل ما قلت أن الأربعين نائب إذا كانوا في المعارضة فبالتالي حتى لو كانت أراهم مختلفة ولكن هذا لا يعني أن لا يكونون في مرحلة واحدة من التقييم عندما يكتشفون الخلل في جهة معينة سيكونون دائما داعمين لهذا التوجه وسيعملون على تحقيق أو محاسبة المقصر إن كانوا يعملون على أو تكون لديهم هذه الرؤية في هذا الجانب أستاذ منار أنا اللي أقصد أنه الجو اليوم مو مهيئ للذهاب نحو المعارضة يعني الكتل السياسية اللي كانت تدعي تمسكها بالمعارضة ومكانت يعني مثلا نتحدث عن الحكمة أو عن النصر وحضرتك تعرف الجميع يعرف لطالما تحدثوا بأنهم معارضة حتى العصائب اليوم بدأت تدرك بأنه الذهاب لا تشكيل حكومة بلا تيار صدره وانتحار سياسي بشكل أو بآخر فهنا مربط الفرس يعني الذهاب إلى المعارضة في مثل هكذا جو مشحون وانسحابات وخلافات وانسدادات شنو راح يجيب نتيجة كمواطن عراقي اليوم انتخب المستقلين عندما تذهبون للمعارضة شنو اللي راح يجي يعني شنو اللي راح يستفاد المواطن على أقل تقديرات التساؤل الموجود اليوم بالعكس أنت تقريبا أجبت على السؤال حقيقة اليوم في هذا الجو المشحون من الخلل أن تكون في جزء أن تشارك في الحكومة إذا ما كان لديك نية في المشاركة في السلطة التنفيذية يعني أنا ذكرت لك من يتابع بيانات حركة امتداد منذ اليوم الأول هي أعلنت بينها ستذهب إلى المعارضة لن تشارك في الحكومة واليوم مع هذا الجو المشعون وما يحدث من خروج التيار الصدري وعدم الانتزام بالتوقيتات الدستورية بالعكس هذا يدل على أن قرارنا بالتوجه نعوى المعارضة قرار صحيح من يريد أن يلتحق بالمعارضة ولا يكون جزء من السلطة التنفيذية فأهلا وسهلا من يستطيع أن يشكل الحكومة وبدون وجود المستقلين وتحديدا حركة امتداد فليشكلها وسنكون في المعارضة لم يستطع أحد تشكيل الحكومة فسنلجأ إلى حل البرلمان والعود الدعوة إلى انتخابات مبكرة هذا هو العمل السياسي والنيابي لكن اليوم يجب أن نكون جزء من السلطة التنفيذية لأن الجو مشحون حقيقة يعني هذا الموضوع جزء بعيدا عن المنطق بل العكس لا لا اللي أقصد تقديم الاستقالات على أقل تقدير يمكن هذا اللي يتوقع المواطن يا أستاذ منار مقزي أنه بالعكس اليوم المستقلين حضرتك ذكرتها أمام خيارين أو المشاركة بحكومة توافقية والذهاب إلى المعارضة فالذهاب إلى المعارضة أقل الضررين يمكن بنظركم لكن تقديم الاستقالة يمكن أيضا خطوة اليوم ليش مو بالحسبان أصلا مثل باقي المستقلين هذا اللي أقصده لأنه حقيقة بالنسبة للمستقلين إذا قدموا استقالتهم اليوم ما رح تكون حيصعد نواب آخرين جدد وأيضا سيء يعني ما رح يكون حل جذري للعملية السياسية وبالتالي إذا نحن كنا أصلا ضد العملية السياسية بالكامل كان من المفروض أنه مثلا لا نشارك بالعملية السياسية من بدايته اليوم تقول لي هل أنتم مع توجه في حل البرلمان نعم نحن نعتقد أنه ما يجري اليوم على أرض الواقع في العملية السياسية هو موضوع غير صحي ومليء بالمشاعنات وقد يؤدي إلى مشاكل أكبر فبالعكس الأفضل أن ننتج إلى حل هذا البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أفضل من أن يكون هناك استقالات وقد يصعد نواب آخرين وبالتالي اليوم سيحمل الجمهور مسؤوليتنا في حالة الأخفاقات بأنكم تركتم موقع المسؤولية واتجهتم إلى أسهل الحلو وهو الاستقالة بل العكس اليوم يجب أن يكون لنا دور وأن نعلن بشكل واضح بأننا جزء من المعارضة نراقب ونقيم وفي حالة توجه الكتل السياسية أو عدم قدرتها على تحقيق حكومة من خلال تآلفات أو خلاف تحالفات فبالتالي يجب أن نذهب إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة أخرى وهذا ما يحدث بشكل طبيعي في كثير من الدول الديمقراطية التي تمارس العمل النيابي طيب خليني أسألك يعني ماذا لو عادت الانتخابات ماذا لو تم الذهاب إلى الفرضية الموجودة اليوم وهي إعادة الانتخابات شنو اللي راح يتغير أصلا من نظر تحالف امتداد وهو مع هذا التوجه يعني ممكن يذهب إلى إعادة الانتخابات أيضا حركة امتداد يعني صاحبة مشروع قبل ما أن يكون هو عمل نيابي حركة امتداد ترى أن العملية السياسية منذ 2003 ولغاية 2021 بنيت على أساس خاطئ نتيجة وجود أعراف في داخل العمل النيابي والاعتماد على المكونات الذي أدى إلى عدم الالتزام بالدستور وتفضيل الأعراف في داخل مجلس النواب على الدستور لذلك منذ اليوم الأول وقبل بدء المشاركة في الانتخابات تبنت حركة امتداد مشروعا وطنيا عابرا للطائفة وعابر المكونات وتطمح أن تبني البلد على أساس مدني وعلى أساس المواطنة وأن تكون خدمة المواطنة بالدرجة الأولى اليوم إذا عادت الانتخابات نحن ما عادت الانتخابات وسنستمر بالعمل السياسي سواء حصلنا على نفس المقاعد أو سواء حصل طبعا بالتأكيد سنطمح للحصول على مقاعد أكثر ولكن في حالة عدم الحصول على مقاعد لأن هذه نهاية العمل السياسي العمل السياسي في كل العالم هو عمل طويل شاق قد في بعض الأحيان تنجح في بعض الأحيان قد تخفق ولكن ليس هو الهدف العمل النيابي الهدف هو مشروع قام على تغيير الوضع الحالي نحو الأفضل أي عادة البلد إلى مسؤولية وطنية بالدرجة الأولى وترسيخ مفهوم المواطنة داخل المواطن العراقي والابتعاد عن المكونات التي أدت إلى ما أدى الحال به في العراق ويمكن هذا أن يتم بواسطة امتداد أو بكافة الحركات الناشئة والمستقلة الجديدة التي اليوم لديها حقيقة جمهور واسع داخل العراق من مختلف الأحزاب لا يعني اليوم أن هناك تحدث في بعض الاحفاقات من حزب أو آخر أن هناك نغضرة قد تغيرت من المواطن العراقي المواطن العراقي يأس من الأحزاب القديمة يأس من الفشل الذي أوصل إليه اليوم العراق مليء بالمشاكل والتحديات يطمح بالتغيير سواء هذا كان التغيير عند خلال الامتداد والذي ما نطمح إليه أو معه أو كتل سياسية أخرى وأيضا نتمنى أن تكون على مستوى المسؤولية وتصل إلى دفة البرلمان أو إلى قبة البرلمان في المرحلة الانتخابية القادمة نعم الأستاذ منار العبيدي عضو المكتب السياسي لحركة امتداد شكرا لانضمامي كمانا اشتركوا في القناة